اشتركوا في القناة من غير ان يشاء عجب عود اسباب الصداقة التي كان يبديها له هذا الرجل الغريب الاطوار ولا سبر غور المصير الذي كان يمكن ان تفضي اليه هذه الصداقة كان لابد لأوجيندرا السيلياك من معجزة لكي تخرجه من الوهدة التي بدأ ينحدر فيها بتبادله مع الانيسة تايفير ارقى الوعود والعهود كان يخير لفكتورين انها تسمع صوت ملاك وان ابواب السماء تنفتح امامها حتى اصبح فندق فوكي في نظرها شبيها بقصر من تلك القصور المزخرفة التي تنقشها ريشة الرسامين في المسالح انها تحب وهي محبوبة على ما تظن اية فتاة كانت تستطيع ان لا تظن ما كانت تظنه فيكتورين وهي تستمع الى حديث اوجين الحميم خلال تلك الساعة التي استرقاها مختفيين عن اعين النظار كان اوجين دراسينياك يصارع ضميره لانه كان عالما بانه يصنع الشر ويريده واعدا نفسه بانه سيكفر عن هذه الهفوة باسعاد امرأة وهكذا كان يجمر نفسه بيأسه ويصطع بجميع النيران الجهنمية التي كانت تدطرم في قلبه غير ان تلك المعجزة حدثت لحسن حظه دخل فوتران انذاك متهللا كأنه يقرأ في ضمير الفتى والفتاة الذين كان قد زوجهما على زعمه بوسائل دهائه الجهنمي لكنه كذر صفو خلوتهما حينما اخذ يغني بصوته الجهوري ان حبيبتي فاتنة فاتنة ببساطتها فرت فيكتورين حاملة في قلبها من الهناء على قدر الشقاء الذي كانت قاسته في حياتها يا لها من فتاة مسكينة لقد كان كافيا ان تشعر بتغطي يد اوجين على يدها وبالشعر رأسه يلمس خدها وان تسمع كلمة يهمسها في اذنها وان تحس بحرارة شفته وبذراعه المرتجفة تطوق خسرها وبقبلة يختلسها من عنقها لكي تتذوق طعم سعادة زادها عمقا تعرضها لخطر مداهمة الانظار بين لحظة واخرى وهي الفتاة الورعة التي يهلع دميرها وجلا لمثل هذه المغامرات قال فوتران لأوجين قضي الامر واستدم صاحبان كما يجب وجهت الحمامة اهانة الى البازي وغدا على مقربة من ميتراسي كلينيان كور ينتهي كل شيء ففي الساعة الثامنة والنصف ترث الانسة طيفير محبة والدها وثروته بينما هي تكون مهتمة بتذوق قهوتها خالية البال ان طيفير الصغير بارع في المبارزة وواثق من نفسه كل الثقة لكنه سينهار امام ضربة هائلة اخترعتها انا يرفع فيها السيف بغتا ويطلق في الجبين سأريك هذا الاختراع ذات يوم لانه مفيد جدا كان راس سينياك يصغي الى هذا الكلام ذاهلا ولا يستطيع ان يجيب عنه بشيء في تلك اللحظة كان الابو غوريا وبيانشون وبعض ضيوف الفندق يدخلون غرفة الطعام فاسرع فوسران يسر الى اوجين هكذا اريدك يا نسر الصغير انك تعرف ماذا تصنع وسوف تسود على الناس لانك قوي كالحصن الحصين ولك كل اعتباري وتقديري ثم مد الرجل المخيف يده كي يصافح اوجين لكن الشاب تراجع قليلا وارتم على اقرب كرسي وهو اصفر الوجه كأنه يرى امامه بركة من الدماء قال له فوسران بصوت خافت اه لا تزال اقمطتنا ملوثة بشيء من الفضيلة ان لدى الوالد ثلاثة ملايين وانا اعرف ثروته وستعيدك البائنة ابيض ناصعا كالفلج امام وجدانك قرر اوجين منذ تلك اللحظة ودون تردد ان يذهب في المساء فيخبر السيد طايفير وابنه بالامر وحينما غادر فوسران المكان بادر الابو غوريو يقول لأوجين اراك حزينا يا ولدي اني اريد ان اسليك تعال معي صار بائع الاطرية القديم وتبعه اوجين مدفوعا بفضول قوي فتح الابو غوريو باب غرفة اوجين وكان قد طلب مفتاحها من الطاهية سيلفي وقال لندخل غرفتك ونتحدث ظلنت هذا الصباح انها لا تحبك لانها صرفتك بالقوة لكنها فعلت لانها كانت تريد ان تقابلني كانت تنتظرني لكي نذهب فنشتري ما بقي لازما للمسكن الذي نعده لك منذ شهر على غير علم منك وسيكون جاهزا بعد ثلاثة ايام على الاكثر كان بودها ان تجعل لك من الخبر مفاجأة سارة لكنني لم استطع كتمانه وقتا اطول فلا تدعها تعلم اني ان بأتك به يقع هذا المسكن الذي ستحل فيه كامير في شارع ارتوى بالقرب من شارع سان لازار وهو مجهز بأثاث في غاية الظرف والاناقة ثم ان وكيل المحامي قد اقام الدعوة وسيكون لابنتي ستة وثلاثون الف فرنك كفائدة سنوية لبائنتها البالغة ثمانمائة الف فرنك والتي ستوظف محاطة بأثبت الضمانات كان اوجين يمشي في غرفته ذهابا وايابا صامتا مضطربا فاغتنم الابو غوريو غفلة منه ووضع على حفة المدخنة علبة مغلفة بالجلد الاحمر ومطبوعا عليها باحرف ذهبية شعار الدي راسينياك كان الشيخ المسكين يقول لقد عنيت عناء كبير يا ولدي طوال هذا الشهر ليس في سبيل سعادتكما فقط بل في سبيل سعادتي انا ايضا لان انتقالك الى مسكنك الجديد سيأتي في صالحي ان لي طلبا اليك ارجو ان لا ترفضه ما هو؟ يوجد فوق مسكنك غرفة تابعة له اود ان اسكنها من غير ان اضايقك وساكون خفيف الظل وساكتفي بان تحدثني عن ابنتي كلما عدت من مقابلتها وساسمع وطأ اقدامك مساء وانا في فراشي فاستأنس واقول في نفسي انك رأيت صغيرة ديلفين وذهبت معها الى حفلة رقص وكانت سعيدة وان الم بمرد يكن قربي منك بل سملي فاسمع خطاك في ذهابك وايابك واستنشق برائحتك رائحة ابنتي ولربما اتت الى هنا فاراها واسمعها عادت منذ شهر كما كانت وهي صبية فرحة طروبا كانت تقول لي منذ قليل بابا انني سعيدة الان انها مدينة لك انت بهذه السعادة حينما تقول لي احداهما يا ابي اشعر بالسقيع يغمرني ولكن حينما تقول لي بابا يخيل لي انها لا تزال صغيرة تحت جناحي وتعيد لي ذكرياتي القديمة يوم كانت ملكي وحدي مسح الشيخ المسكين طرف عينيه المغرورقتين بالدموع ثم اردف يقول اه نعم ها انا منذ عشر سنين لم اثر برفقة احداهما جربا الى جنب موقعا خطاي على خطاها مستنشقا عطر رائحتها بيد اني رافقت دلفين في هذا الصباح الى كل مكان وكنت ادخل المخازن معها وهي متكئة على ذراعي حتى عدت بها اخيرا الى منزلها اه دعني بقربك فلربما احتج انت ذات يوم الى من يساعدك فساكون انا هناك اه ليت هذا الالماني الدخم الجثة يموت فتستريح منه ابنتي وتصبح انت صهري قانونيا امام العالم وتذوق ابنتي طعم السعادة التي ظلت محرومة منها سنوات طويلة واستحقت لذلك ان اغفر لها كل شيء يجب ان يكون الله الى جانب الاباء الذين يحبون ابناءهم من كل قلبهم ان دلفين تحبك كثيرا وقد حدثتني عنك طوال الطريق كانت تقول لي انها ممتاز يا بابا اليس كذلك؟ وذو قلب طيب هل يحدثك عني؟ قلت لها انك اعدت لي ورقة الالف فرانك فغرورقت عينها بالدموع ولكن ماذا ارى على زاوية مدخنتك؟ كان اوجين لشدة اضطرابه كأنه لا يفهم ما يقوله جاره المسكين فهذه المبارزة التي كان فوتران قد تنبأ بوقوعها في الغد كانت تتناقض بشدة مع ما كان يبشره به الابو غوريو ادار بوجهه نحو المدخنة فوقع نظره على العلبة الصغيرة وحينما فتحها وجد فيها ساعة ذهبية وقصاصة من الورق مكتوبا عليها اريد ان تفكر بي في كل ساعة لان ديلفين لا شك في ان هذه الكلمة كانت ترمز الى امر يهمهما كليهما فاثرت به كل التأثير كان شعار عائلة راسينياك محفورا ايضا على ذهب الساعة الداخلي وكانت هذه التحفة الفنية تطابق من كل ناحية ذوق الطالب وكان الابو غوريو يرى صرور جاره بها ويلاحظ بدقة ردة الفعل التي كانت ترتسم على محي الشاب لكي يقصها على ابنته لانه كان صرة الوصل بين القلبين وشريكهما في سعادتهما قال الشيخ للشاب يجب ان تذهب فتراها هذا المساء لانها تنتظرك ولان الالزاسية الدخمة الجثة يتعشى عند راقسته اه ها لقد شاعت البلاهة على وجهه حينما وضعه وكيل المحامي امام الحقيقة وجها الى وجه الا يزعم هذا الالماني انه يحب ابنتي حتى الجنون ولكن ان عن له ان يقترب منها اقتله ولن اقترف جريمة قتل لان هذا المخلوق هو كناية عن رأس ثورين على جسم خنزير ستأخذني معك هذا المساء أليس كذلك؟ نعم يا ابي انت تعلم اني احبك ارى ذلك واعلم انك لا تستحي بي انت دعني اقبلك اريد ان تعيدني بانك ستجعلها سعيدة ستذهب لكي ترها هذا المساء أليس كذلك؟ نعم نعم ان علي ان اذهب فاقضي امرا هاما لا يقبل التأجيل هل استطيع ان اخدمك بشيء؟ صحيح حينما اذهب لأقابل السيدة دينو سينجين ارجو منك ان تواجه السيد طايفير الاب وتطلب منه ان يضرب لي موعدا لمقابلته هذا المساء لكي اطلعه على امر شديد الخطورة تغيرت سحنة الاب غوريو عند ذكر اسم السيد طايفير وقال اصحيح ايها الشاب انك تغازل ابنته كما يزعم البعض هنا؟ اه حذاري اما انا فلا اصدق انك ستخوننا ليس هذا بالممكن اقسم لك انني لا احب سوى مرأة واحدة في العالم وهذا ما تحققته منذ ساعة يا لها من سعادة لكن طايفير الابن مدعو الى المبارزة غدا وسمعت بانه سوف يقتل وماذا يهمك انت؟ لابد لنا من ان نقول له ان لا يدع ابنه يتعرض لهذا الخطر في هذه اللحظة سمع صوت فوتران امام الباب يغني يا ريشار يا مليكي الجميع يجافونك جبت العالم زمانا طويلا وجاء كريستوف الخادم يقول ايها السادة العشاء ينتظركم والجميع الى المائدة اجابه فوتران بما انك هنا تعال وحمل الى المائدة هذه القنينة من خمر بوردو سأل الابو غوريو اوجين كيف رأيت هذه الساعة اليست غاية في الذوق؟ نزل فوتران والابو غوريو ورسينياك معا الى غرفة الطعام واضطرهم تأخرهم ان يجلسوا الى المائدة جنبا الى الجنب اشتركوا في القناة